السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو حبيبي عاملين ايه رب تكونوا بخير قبل ما نبدأ اي حاجة نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهاردة جايبا لكم سمك فيلي او زي ما بنقول عندنا في مصر سمك جزل مقرمش من بره كريسبي ومستوي ولذيذ جدا ومتماسك هتشوف الخلطة معانا واحدة واحدة وشوية رز ببصل لذيذ وشتاخد وقت خالص الاكلة دي بس السر في الخلطة يلا بينا تشوف الخلطة عاملة ازاي يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم هنجيب سمك جزل بتاعنا العادي خالص هنتبيله بتوم ملح كمون شطة كسبرة لمون توم كمون ملح شطة كسبرة نشفة ولمون ونحطه في التدبيلة دي لمدة نص ساعة كده نسيبه ونكون في الوقت ده بنجاهز الخلطة بتاعتنا الخلطة بتاعتنا عبارة عن دي اي شوية مية هتزار دوقتي ايوة انا بكتب لكم المكونات عشان اللي عايز يرجع لها من غير صوت يرجع لها على طول مكونات الخلطة دقيق مية وتدبيلة اللي اعملناها على الجزل اللي شفناها من شوية وسفر بيضة نعملهم مع بعض كويس قوي ونغطس فيهم الجزل كده او السمك الفلي بتاعنا ونطلعوا منها نحطه في البقسمات الناعم اهو حطينا واحدة في الخلطة وبعدين نحطها في البقسمات الناعم ونكون في الوقت ده مسخنين زيت كويس على النار ونحط السمك الفلي بتاعنا او الجزل يتحمر شايفين اللون دهبي ومقرمش تحفة ولزيز قوي هيعجبكم وبعدين اه نكون بقى الرز البصل بتاعنا العادي خالص بنقطع البصلة ونشوحها شوية في الزيت بس بنشوحها شوية زيادة يعني وبعدين نحط لها ندعة ملح ندعة كسبارة نشفة وشوية كمون حاجة بسيطة ونحمرهم مع بعض وبعد ننزل عليهم بالرز يتشوح كويس يسخن كويس يسخن وننزل عليه بقى بالمية المغلية ونقلبوه نسيبوه يشرب المية ما كان وطي عليه رز ببصل عادي خالص تمام بس الفكرة ان احنا بنحمر البصل شوية وبنحط له كسبارة نشفة وكمون مع البصلة اكلة جميلة ولزيزة وحلوة قوي 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 هتعجبكم ان شاء الله بتقدميها بقى بالشكل ده كده او بالشكل اللي كان في اول الفيديو وحاولي الجزل وتقطعي كده لمون معاها لزيز قوي 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 وكلنا بنحب الجزل وخفيفة على قلبنا بدل ما نقعد ايه نشيل الشوك وبيقول الكلام ده وبالفة هنا وشفة يا رب تكون عجبتكم الوصفة النهاردة وباذن الله ان شاء الله نقدم لكم وصفات تانية قبل مامشي هوريكون احنا فتحنا اهو بصوا ناشف كرزبي من برا وبصوا من جوه بصوا البياض واتماسك اللحم بتاعه مش مهري ولا محروق ولا تحفة واجي الرز بالبصل بتاعنا ها 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 يارب يكون اعجبكم اشوفكم على خير اشتركوا في القناة